لقطات الفيديو هذه وهذه الصورة لمحمد حسن الموسى سارق الذي دخل منزل دكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم مقتولا أثارت جدلا كبيرا فأهل القتيل قالوا إن ثيابه تبدلت وهي ليست نفسها في الفيديو والصورة في حين أن فريق الدفاع عن الهاشم يؤكد أن الفيديو صحيح بنسبة 100% وأن لا تلاعب فيه لما إذن ظهرت الثياب بلون مختلف الكاميرا الآن محطوطة بالسقف الكاميرا عم تشوف الشخص من فوق والإنفرارات ضارب على الشخص من فوق والإنفرارات بس يدرب على شغلة أو إن كان شخص بيعمل ريفلكشن يعني بيحكس الضوء منه على الشخص بيرجع على الكاميرا بشأنه كل شيء بيطلع أبيض فيه نواعي الثياب مثلا بيكون الشخص الإنسان اللي بسهن يكون فيهون شوية لمعة بيعطيه مثل أبيض فائع فيه مثلا يكون تياب تكون مات يعني بيمتص فينا نقول الضوء مشان هيك ملاحظين أنه حتى بالجاكات يعني جاكاته سودة ليش مبيني بيضة؟ في النوع التياب اللي بسهن الجاكات اللي بسهن فيها شوية لمعة مشان هيك مبين الأسود مبين أبيض إذا ملاحظ كمان الصحاب طبع الجاكات ضل أسود لأن الصحاب غامع ما فيهو لمعة البونتالون كمان منه بنص الصورة طبع الكاميرا ضل اللون أسود كمان نال قماش طبع البونتالون منه لمية مشان هيك الأسود ده الأسود صورة يلي على يمينك نحنا أصمنا بهذه الصورة صورة اللص وقتها يعني لما قتل برأيك حضرتك كخبير بهول بهذه الأمور هذا الشخص هو زيته يعني مش إنه غير شخص وغير تياب لا لا هو زيته نبين هذا هو زيته حتى يعني بالكفوف اللي بسهن فيه لونين بالكفوف هون بالصورة نبين لونين وهون كمان نبين أنه فيه لون أفتح من لون فكرة أخرى يشكك فيها أهل القتيل هناك فوارق في الفيديو المسجل من حيث التوقيت أي أن الدقائق تتبدل فجأة بشكل غير تسلسلي فكيف ولما حصل ذلك وهل تم التلاعب بالفيديو المسجل من كاميرا المراقبة نحنا بس نركب الكاميرا نكينا خصوصا ببيوت نركب الكاميرا تشتغل على الموشن يعني بس ير في حركة قدام الكاميرا تسجل ما في حركة ما بتسجل يعني ما في مقاطع محذوفة لا أبدا ما فيك تحز في أصلا مقطع من شي تسجيل أو بدك تحز في كل شي أو ما فيك تحز في شي ليه إذا حطيته عبر كرام معين وعملت كات وقصيت ومنتج بس ما هو عم بهو عم بينحضر الفيديو مثل ما شفنا مع أستاذ فادي عم بينحضر الفيديو دغري دائرة من الان في آر يعني من المكناة المسجين عليها الداتا ما أنه عمل له مونتاج ما أنه عمل له شي يعني من قلب الان في آر ما فيك تمحي شقفة من هذا التسجيل أو بدي تمحي كل شي أو بدي دال كله مثل ما هو لا تلاعب إذن لا في الصورة ولا في الملابس يؤكد عودي والآن سأطبق النظرية على نفسي كما ترون أنا أرتدي كنزة سوداء اللون ولكن ليس فيها أي لمعة على الضوء وفوق هذه الكنزة أرتدي سترة سوداء لكنها تلمع على الضوء سننتقل الآن إلى كاميرا المراقبة بنظام الإنفراراد وسنطفئ الأضواء سننتظر بطبيعة الحال بعض الشيء لأن الكاميرا تحتاج إلى بضع ثواني لتنتقل إلى نظام الإنفراراد وهذا قد انتقلنا سويا إلى نظام الإنفراراد إذن الكنزة التي أرتديها بات لونها أبيض أما السترة فلونها أبيض ناصع أكثر لأن السترة هي لماعة وبرقة وهذا يؤكد أن اللص الذي دخل منزل نانسي عجرم لم يتم استبدال ملابسه وهو نفسه جويس عائي أمتي فيه